حتى مش عارف انه هذا القانون للتظاهر السلمي للتنظيم مش المنع حضرتك قالص والله سيادة النائب المحترم اقرى الاول وبعدين يتكلم لا حسن ديها تبقى مشكلة ان انتوا داخلين تقولوا كلامه خلاص ان انتوا بتتكلموا بس اقرى القانون حضرتك لو سمحت مش اقرى لك مواد القانون انا بديك العنوان بس عشان حضرتك غلط يا فندم قلت كلام غلط مش صح لا يليق اقرى الاول وما لا تشرع ازاي فندم هتعمل حاجة غلط ليه ما هو قانون موجود فانا هل حضرتك مع الدعوات اللي بيطلقها البعض من اعضاء نوابنا المبجل اللي احنا انتخبناهم لاسقاط قانون التظاهر مع الكلام ده حضرتكو عايزين يبقاش في قانون للتظاهر ومع الافراج عن كل من تم حبسه بناء على تطبيق هذا القانون انا بسأل حضرتكو واحة نائبا في البرلمان فيعمل حاجة عكس للشعب عايزها مش هيخليك تتشوفها تاني اللي انتخبك هنا ولا هيك مش هيخليك تشوفها تاني اوعى تعملوا حاجة عكس الشعب اسألوا الناس الاول اوعى تكونوا داخلين تشتغلوا لاحصاب فصيل او تنظيم او جماعة او مجموعة اوعوا هتخسروا كتير هتخسروا كتير